باستعداد قوي وبحضور أمني لافت تسعى وزارة الداخلية السعودية لتأمين موسم الحج الذي تعود به المملكة لاستقبال الحشود المليونية كما كانت قبل جائحة كورونا في مؤتمر صحفي للجنة الحج الأمنية في مدينة مكة المكرمة استعرض قادة قوات الأمن العام والدفاع المدني وقوات الطوارئ الخاصة وإدارة الجوازات لجهود المنوطة بها كل جهة من أجل نجاح موسم الحج محفوفا بسلام وأمان اليوم ولله الحمد وصل ما يقارب مليون وستمئة وأربع ألاف حاج من مختلف هذه المنافذ من ضمنها المستفيدين من مبادرة طريق مكة وصل ما يقارب ميتين وثمانية وثلاثين ألف وسبعمية واثنين حاج نرحبهم في المملكة العربية السعودية ونتمنى لهم طيبة الإقامة ونسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأماء عملية تأمين موسم الحج التي شملت الانتشار الواسع والاستعداد الدائما لكل طار تم الإعداد لها بحسب القيادات الأمنية السعودية منذ نهاية الموسم الماضي بما يضمن تلافي الأخطاء والتخطيط الناجح للموسم القادم كل موسم حج ينتهي يبدأ الدفاع المدني في عملية مراجعة الدروس المستفادة وتعزيز الجوانب الإيجابية ودراسة التحديات ومن ثم العمل والبدء في إعداد الخطط ابتداء من ورش العمل والاجتماعات الداخلية وأيضا التنسيقية مع الجهات الأخرى ومن ثم إعداد خطة المدني عام الدفاع المدني التي أيضا يتم اختبار هذه الخطة بتمارين وفرضيات يتم العمل عليها في كافة المشاعر بفرضيات متنوعة نجاح خطة تأمين الحج بحسب القيادات الأمنية السعودية يعتمد بشكل أساسي على التدريب والتوعية إلى جانب تكثيف الوجود الأمني والاستجابة السريعة للحالات الأمنية بالإجراءات المناسبة واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة وأي ظواهر سلبية قد تؤثر في أمن الحجاج مع عودة موسم الحج إلى حشود ما قبل جائحة كورونا أعادت المملكة العربية السعودية خطتها لتأمين موسم حج هذا العام بإنشاء قاعدة مشتركة بين قوات الأمن العام وإدارة الجوازات والقوات الخاصة وقوات الطرق والمواصلات ضمن مساعيها الرامية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بسلام آمنين أي مجترة عربي من مدينة مكة المكرمة